اشتركوا في القناة لا عليكي هذه طبيعة البشر لا يتبكي أيها العلبة الجميلة غدا سوف يأتي إنسان آخر ويأخذها من الشعر ثم يرمينا في مقلب القمامة لا لا أنا لا أريد هذا أنا لا أريد الذهاب عند القمامة فالرائحة هناك بشعة جدا وكل الأشياء هناك متسفة لا لا أريد هذا أنا لا أريد آه بالفعل ولكن ماذا نقعد فهذا هو الإنسان دائما يرمي الأشياء بعد أن يستخدمها ويقولوا أننا وصلنا من ما استخدمنا الشباب ثالث ثالث ما هذا؟ أول بطلبة الموصل من من هؤلاء؟ بالتأكيد فرحبهم استخدمهم صنب أرقاهم بالشارع يا لها منذكرة جميلة سوف أستخدمها لعمل بقيمة المكتبك وضع بها الأقلام والعلوان نحن سنظر بمن يوظف يستخدمنا دائما كانت أنا سعيدة أم جدا نعم 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 هذا القفلة رائع لقد أحببتك فلم نكون عندها القمامة أبدا إنها مقلمة جميلة أحسنت صنعا يا صغيري يجب دائما أن نستخدم كل الأشياء من حولنا حتى تكون بيئتنا نظيفة دائما ولا نكون دائما أصدقاء للبيئة